وعلى همش المهرجان أقام معرض تراثنا معرضاً مصغراً بالمنطقة الترفيهية الشاطئية يشمل المعرض المصغر مشغولات يدوية خشبية ونحاسية وجلدية بهدف تسويق المنتجات التراثية المصرية محلياً وعالمياً انا جاية من الدعاية احنا بنعرف كل الزوار اللي جايين العالمين ان احنا بنعمل الحاجات دي لان الحاجات دي مش اي حد بيعرف اعملها واعتقد ان ليها يعني ليها معجبين وليها ناس بتدور عليها انا كنت انزلت توراسنا قبل كده من سنتين تقريباً وكان فيه اقبال جامد يعني فطبعاً لما بلغوني ان هنا فيه في العالمين فرصة لان طبعاً حضرتك عارف هنا فيه يعني اجانب وفيه عرب وفيه ومهتمين بالحاجات دي قوي انا هنا بشارك في معرض توراسنا على هامش المهرجان انا شغلي عبارة عن منتجات صديقة للبيئة من نبتة اسمها نبتة الجوت بتتحول لحبال وانا بعد كده بعمل عليها منتجات زي شناط مكملات اناقة ومنتجات ديكور فرصة حلوة قوي لنا ان احنا نيجي ونشارك ويبقى فيه جنسيات مختلفة يتعرفوا على الشغل المصري وانحنا بنستخدم برضو التوراس اي براند عامة في اي تخصص بيشتدخلوا في شغله حاجات اللي عندنا دي سافير لنا في الدول وفيه اجانب جاية وعرب فلما يشوفوا الشغل بتاعنا معمول يا ده والصناعة مصرية بالتكنية اللي احنا اللي وصلنا لها دي اي تبعا احنا هيبقى فيه هيبقى طرق كتير ان احنا نصدر شغلنا بقى ونستعرف ترجمة نانسي قنقر